متابعيني جميعا على قناتكم اليوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن حاجة في كنفا مهمة جدا مش كل الناس اللي بتستخدم كنفا بتستخدمها علشان تعمل بانرز وتعمل صور ممكن البعض بيكون عايز يعمل بريزنتيشن بيكون محتاج يحط شورتز جوال بريزنتيشن علشان يعبر عن الديتا بتاعته الناس خصوصا اللي بتتعامل بالارقام بتعامل بالشورتز بالدايجرامز محتاجة جدا انها تستخدم كنفا في هذه النقطة وعشان تعمل ايضا شورتز جذابة شورتز تلفت الانتباق اثناء عملية العرض عشان اعمل الموضوع ده هروح لي البرزنتيشن انا شغالة بس انسية على بريزنتيشن وحتدي من خلال البرزنتيشن دي ان انا اعمل الشورت اللي انا عايزي انا هروح اقوله بلانك بريزنتيشن عشان احط جواها الشورت واشوف ازاي بنتعامل مع الشورت داخل العرض التقديمي بتاعنا كاما في الفترة الاخيرة اضافت 8 نيو شورتز 8 من الرسم البياني الجودات علشان ادور عليهم حلاقيهم فين حلاقيهم في الالمنتز وحبتدي ان انا اقوله شورتز حيبتدي ديني كل الشورتز بتاعتي طب سيقول حيديني كل الشورتز الموجودة فيه شورت هتلاقيها جديدة عن الشورتز اللي انت معتاد عليها لو انت بتشتغل على الرسم البياني طب تعالوا كده نبص بصة سريعة مثلا حاجة من الحاجات اللي بتعجبني فيه الشورت هذا النوع من الشورت لو دست على ثلاث نقاط هو اسمه ستاكد رو شورت ستاكد رو شورت مثلا هنا لو انا دست علي دابل كلاك ويفتح معايا على طول التابل او المحتوى اللي موجود اللي انت قريدي هتضيفه بقى من عندك يعني هو هنا سامبل ده كده ايه عبارة عن عينة انت بتروح هنا مثلا سي لو هفترض ان انا هتكلم عن سالري مثلا بقار المرتبات موظفين فهنا مثلا ممكن اقول سنة 2012 سنة 2013 هنا سنة 2015 هنا سنة 2016 وحبتدي هنا مثلا سي هقول على سيرس 1 ممكن اسميه الـ HR قسم الـ HR هنا مثلا القسم الخاص بالماركتينج هنا مثلا القسم الخاص بال production يعني الاقسام الشركة عبارة عن اقسام وانا عايزة اقارن المرتبات بتاعة الموظفين في الاقسام دي سنة 2012 2013 2015 2017 حبتدي احط مثلا مرتبات الـ HR 2012 مثلا كلفة الشركة الـ 2013 مثلا كلفة الشركة الـ 2015 مثلا ممكن تكون كلفة الشركة اقل شوية 2016 كلفة الشركة اعلى الماركتينج برضو نفس الموضوع تبتدي تحط هنا بقى الماركتينج قدي ايه سنة في كل طبعا سنة وزي ما احنا شايفين بيتغير على طول اول ما بتحط الارقام بيبتدي البارز بتاعتك دي بتتغير في الشورت وهنا نفس الموضوع برضو احقوق الـ production قسم الانتاج و زي ما احنا شايفين على طول التعديل بيتم بالمنظر اللي احنا شايفينه دا كده وهبتدي ايضا ان انا اروح ادلت بقى لانا مش عايزة انا مش عايزة الكلام ده ها افعاليه كده واقول delete وخلاص هما هيدا لو انا عايزة اعمل clear data اشيلة data خلاص وحطي data جديدة لو انا عايزة اجيب اقاد data من جوجل شيتس بدوس على جوجل شيتس واكسس على جوجل شيتس الخاص بالاكاونت بتاعي على جوجل او ان انا ارفع data عندي من مثلا شيت اكسل موجود عندي على الجهاز وحيبتدي انه هما يزبطولي على طول directly على الشارت بتاعي بشكل مباشر حيزبطوا على الشارت بتاعي هنا بقى في الـ setting هتبص تلاقي نفسك مثلا الـ labels عايزة تبقى ظهرة الـ show legend اللي هو زي ما احنا شايفين كده جزء اللي فوق ده يبقى ظهر او لقى show labels تبقى ظهرة ولا لقى grade lines تبقى ظهرة ولا لقى كل ده بتقى grade lines اللي هي الجزء ده اهو انا مش عايزة يبقى ظهر بصراحة مش عاجبني وهنا ده الشكل اللي هيظهر بالـ short بتاعي اذا الشارت مهم جدا وده باور كبير قوي لازم تستفيد به داخل canva في الـ presentation بالdate لما تكون عايز تعرض data عشان لو انت عايز تنشئ presentation بواسطة canva تلاقي كل الامكانيات الموجودة ومن اهمها واللي بتعبر عن الارقام دايما هي الـ short لو انا وقفت هنا هلاقي الجزء المتعلق بـ يعني setting الخاص بالشكل بتاع الشارت نفسه زي ما احنا شايفين اهو ان انا ممكن اخليه roundless اللي هي الأجزاء دي ممكن يعني ادورها شوية ممكن تغير في الالوان الخاصة بالـ short لو انت عايز تحط الوان تانية خالص ما لهاش علاقة تبتدي ان انت تغير الالوان بالمنظر ده وتقدر تغير بقى الالوان حتى اللي معمول بيها الكتابة نفسها هل الكتابة bold بالمنظر ده كده طبعا ده كله فتتحكم فيه من خلال الالوان من خلال القط الفونت size والفونت type وكل ده تقدر تتحكم فيه عادي جدا داخل الـ short الـ short من الأدوات المهم جدا انصحك بيها عن الـ date ومعبرة جدا عن الـ data حاول تستفيد بيها داخل Canva حاول تستفيد ايضا بالـ short مثلا اللي بتعبر على الـ groups ان انت مجرد ما هتقف على الـ group هيتدي يعمل زوم كده وتبتدي ان انت تتكلم بقى وانت بتشرح الـ group ده عبارة عن ايه والـ group ده عبارة عن ايه وترجع مرة تانية تبص على الـ diagram كله تقدر ان انت طبعا زي ما قلت لك هنا بيتعامل مع الـ group ده كأنه short بيبتدي هنا ان انت تتعامل مع الـ data وتضيف تحطي data جديدة تكليري الـ data وتبتدي ان انت ترفع data عندك من على الجهاز حاجات كتير جدا فحاول تستفيد من short قدر الإمكان يمكن احنا بنركز دايما على أدوات الذكاء الاصطناعي ولكن ايضا مش كل اللي بيتابعنا منشئ محتوى من المهم جدا حتى لو انت بتعمل presentation تعملها بشكل جذاب ولو انت لديك account على Canva لازم تستفيد به في عمل short زي ما احنا شفنا النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم من معلومة النهاردة معلومة سريعة أو بسيطة ولكنها قد تكون مهمة للبعض زي ما بقولكم على قناة كل يوم موقع جديد ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة لو بتشوفنا لأول مرة ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكممنت دم دم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته